نحن نحتاج تقريبا أربع بطاطايات سننشيلهم ونوصولهم جيدا وبعدها سنأخذ القشارة من البطاطا ونقشرهم جيدا أهم شيء عندنا إذا رأيتوا نقاط سود بالبطاطا الحافة ومكشارة نستطيع نشيل بهم نقاط السود لا يطلع حلوة شبس مالتنا إذا موجود هذه النقاط ملاحظة هذه البطاطا مالتنا بطاطا مالقلي كما نعرف أنها مالقلي ولو ليس مالقلي دقيقة سأذهب وحدة ليس مالقلي هذه الصغيرة سنقشرها من جو هذه اللونها أصفر هذه المالقلي يكون لونها أبيض لماذا لديها نشويات أكثر كل ما كان نشأ أعلى كل ما لون البطاطا مالتنا صار أبيض نأخذ ستشين أحدا نأخذ بطاطايا ونقطعها كل شيء خفيف كل ما خفيفة كل ما أحسن بس أنا لأم استعجل سأستعمل جابانيز مندلين سأجلب البطاطايا أخليها أهم شيء بها الحماية مالتها حتى من نجرح عيدنا لازم تستعملها لازم وبعدين أشيك الثقو مالتها تمام الآن سنقوم بعمل هاها إذا نرى البطاطا ما نطير هذه أسهل طريقة نقوم بها تشيبس يسمونها هذه إما جابانيز مندلين أو رندة بالعراق نستطيع البطاطا مباشرة نخليها بالكاسة حتى ينصخ المكان كافية لعبة سنقطعها مثل ما يفعلون الناس سنخليها فوق الكاسة ونبدأ نقطعها سنخلي فوق البطاطا مالتنا رشة مثل ملح طن ملح أحسن وأنا سنقوم بها ماء حار ديغني ونفرها تنقع تقريبا 10 دقائق لكن أهم شيء نحركها ونتأكد ان البطاطا بدأ يدخل بيئناتهم من الماء كلهم لا أحد أشعر باللخ وندخل بيئناتهم من الماء أما نصير البطاطا سنقوم بطاوة جديدة نصب بها نوستانكي زيت الآن دعنا نشيك البطاطا مالتنا أوف مي حار نشي البطاطايا باعه نرى ما يصبح الشفافة هذا اللي نحن دريده حتى من نقليها يصبح لدينا كفول كريسبي الآن نشيلها ونصفي المي مالتها ونغسلها بمي بارد ثرج لماذا المي مالتنا يجب أن يكون بارد؟ حتى البطاطايا نفسها تبرد ونحتاج الفرق الحارة بين الزيت الحار والبطاطا الباردة كلما البطاطا مالتنا كانت باردة كلما أحسن حتى الفرق يزيد والكريسبي نسمالتنا يزيد الزيت ما نصار حار رح نزل البطاطا على كيف ونخليها نذبها لي قدام حتى لا يطفر عدنا الزيت علينا ونحترق رح نخلي بس هاي الكمية ونبقى نحرك بها بس بشرفكم لا تخلون اكثر من هاي الكمية وتجون علي شاهين وصفه مالتك فشلت لأن دخلته هواية كمية المي بالزيت رح نزيد وبالتالي الجبس مالتنا ما رح يطلع كريسبي وتثبوها براسة وتقولون شرحيني ننزلكم وصفات فشلة وأكيد منصر لونهم ذهبي رح نصفيهم من الزيت ونشيلهم ونخليهم على كليينكس حتى زيت مالتنا زايد كلها ينزل وسحبها لكليينكس بعدها أخلي الكمية الثانية وأقليهم على دفعات حتى يصبح لدينا جبس كريسبي قلتها عشرين ألف مرة لا أقولها مرة واحدة بعد الدفعة الثانية صارت جاهزة همين رح نشيلها ونخليها فوق الدفعة الثانية أقصد الدفعة الأولى عندما يخرج هو وحار سنخلي فوقها رشاة زين ملح ونقلبها كل جزين أوبس هاي وقعنا واحدة أوكي نشيل هنذبها بصفحة أوبس هاي الثانية وقعناها أمينها نشيل هنذبها بصفحة نحاس شاف سنجلب صحنا التقديم ونخلي به تل جبس كرادة شوفونا شونا فولك ام اوكي ايج صالح هذا الوقت نضوق جبس كرادة بسم الله سمعوا لي الصوت سمعوا لي الصوت سوبر كروسبي مهم وهمشي مشارب زيته هواية بيرفكت هاي طريقة من المي ومادل شنو الترتيبات تخبل راح تسألوني إذا نحب نحط عليك الدجاج هالترتيبات هاي نقدر نخلي هاي ماجي الباودر بطعي خبل شكرا المتابعة ان شاء الله حبيتوا هالوصفة في مالاة شاهيكم اخر مرة باعوا مهم هاي اخر مرة هاي هم 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 باي وليحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستجرام فيسبوك يوتيوب اشتركوا في القناة شكرا